اهلا بكم عزيزي المشاهدين بينما يشهد البرمان العراقي حملة استجواضات لعدد من الوزراء في الحكومة ادت ملاحقات قضائية الى الاطاحة بثلاثة محافظين من مناصبهم واعتقال مسؤولين سابقين واعلان بعض الاحزاب التخلي عن متهمين اخرين بالفساد ويقول المراقبون ان الاحزاب السياسية اصبحت مرغمة على اتخاذ عدد من ذلك الخطوات مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في محاولة منها لتحسين صورتها بعد الاتهامات بوقوفها وراء الفساد والاشتراك فيه والتغطي عليه واستخدامه في الصراع الانتخابي اذا اعزائي المشاهدين مسؤولية الاحزاب السياسية ومكافحة الفساد محور حلقة اليوم مع ضيوف الكرام السيد احمد عبدالله الجبوري عضو جبهة الاصلاح الدكتور محمد جميل المياحي قيادي في تيار الحكمة والسيد علي نعمة رئيس التحالف العراقي للشفافية ارحب بضيوفي الكرام وابدوياك استاذ احمد الجبوري حضرتك قريبا بالموضوع بالدورة السابقة كنت عضو رجنة النزاة نعم رئيس لجنة النزاة القول بان الفساد في العراق وراءه الاحزاب السياسية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام يعني بالتأكيد النظام السياسي الحالي الديمقراطي الذي تمثل بافراط في تكوين هيئات ومجالس ربما يعني اثارت كثير من الاشكاليات في ادارة الدولة ولربما ان سوء التخطيط والفشل في الادارة كان نتج عنه الفساد واليوم الاحزاب التي تصدت للسلطة منذ عام 2003 ولحد الان لا تستطيح ان تبر ساحتها من هذا الفساد الذي اصبح ظاهرة لجميع الاحزاب واستطاعت به ان تستقوي وان تمدد بقاعدتها الجماهيرية ونفوذها وسلطتها بالتالي جميع الاحزاب هي في دائرة الاتهام ويعني الادلة كثيرة وواضحة في هذا الشأن لذلك انا اتفق من ان الاحزاب لها دور كبير في هذا الفساد خلي انا اخذت من عندك تعليق على هذا الموضوع تعليق على موضوع اخر اللي هو مثلا حادثة الحادثة اللي حصلت بين رئيس مجلس النواب دكتور سيدي من جبوري وبين وزير الدفاع السابق والاتهامات متبادلة بينهم بالتورط في الفساد وابتزازات وكذا والحصول على عقود الاتهامات ولا زالت في طور الاتهام ورئيس البرلمان دكتور سليم برع بساحة القضاء برئته هذا الحادثة يعني الى ماذا تشيره وخاصة على صعيد مصداقية الاحزاب ومصداقية مكافحتها للفساد باعتبارها هي المؤسسات عدهة مؤسسات مكافحة للفساد نعم استاذ سعدون يعني بالتأكيد مجلس النواب العراقي هو الجهة الرئيسية التي يجب ان تحاسب الجميع وتحاسب مؤسسات الدولة في هذا الجانب باعتبار ان الدستور اشار في واجبها الى الرقابة ويعني الكل يعلم ان مجلس النواب حتى في الدورات السابقة لم يكن مفعلا الا بعد ما جرى في البرلمان من اصلاح ومن قيام جبهة الاصلاح وبالتالي تم تفعيل موضوع الاستجوابات كان هناك اتفاق بين الرؤساء الكتل على تغييب الدور الرقابي لمجلس النواب وكانت الصفقات يعني هاي الاستجوابات قاعدة تسويها جبهة الاصلاح؟ لا الاستجوابات تم تفعيلها بعد عملية جبهة الاصلاح يعني لم تكن هناك استجوابات لا لا اقصد مرة تفعيل ومرة القيام يعني تقنيم الاسماء وترشيحهم والضغط والتوقيع ومدرسونها جبهة الاصلاح يعني قبل جبهة الاصلاح كانت هناك صفقات حتى اذا ما تم استجواب فسيكون هناك اتفاق على ان هذا الوزير يبرع وينتهي الموضوع لكن بعد جبهة الاصلاح اصبحت حرية لاعظام مجلس النواب ولم يتمكنوا رؤساء الكتل وزعماء الكتل من السيطرة على النواب وبالتالي تم تفعيل موضوع الدور الرقابي ولذلك شهدنا استجوابات كثيرة والان نحن بانتظار سبعة استجوابات لذلك يعني كان دور جبهة الاصلاح في تفعيل الدور الرقابي واضحا اما مسألة الاشكاليات بين رئيس البرلمان ووزير الدفاع السابق حقيقة هذه النتائج لدى القضاء ولم نطلع عليها وكنا نتمنى انا اقول اذا ما تشير باعتبار هي اتهامات حدثت بين وزير الدفاع نعم في زمن حرب ضد الارهاب وبين رئيس سلطة تشريعية واتهامات بالفساد فاني كنت اسأل عن يعني دلالاتها الرمزية بس خليني انتقل لدكتور محمد المياحي هذا الكلام عن انه الاحزاب متورطة بالفساد واريد طبعا رأيك عن هذا الكلام معناته انه الكشف عن الفساد غير ممكن وحتى اللي قاعد يصير هو ذرمات في العيون كما يقول المراقبون بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لجنابك والنظيم والمشاهدين الحراء شكرا يعني دعنا نذهب الى اصل المشكلة موضوعة الفساد هي ليست موضوعة متعلقة فقط في الاحزاب وتشخيص الفساد فقط في بين قوسيا بان الاحزاب في العراق هي المسؤولة الوحيدة عن موضوعة الفساد اعتقد فيها ظلهم كبير الاولا لدينا ثلاث اركان للفساد المجتمع ربما يساعد القوانين تساعد وايضا الحكومة بمؤسساتها برلمان وسلطة ايضا تساعد اعتقد بانه هناك ارادة سياسية ببقاء موضوعة الفساد في العراق بهذا الشكل من الاشكال والكثير اليوم جناب النايب يتحدث كأنما جبهة الاصلاحية معصومة والاخرين ربما هم متهمين بالفساد وهي ستقضي على الفساد والاخرين ايضا يتهمون مثلا هذه القوى واحنا في هذه الدوامة في العملية السياسية الكل يتهم الكل وجميع يتبرأ من موضوعة الفساد اعتقد لحد هذه اللحظة كدولة عراقية لا توجد لدينا رؤية حقيقية لمكافحة الفساد باعتبار الاحزاب عدتها رؤية لمكافحة الفساد الجميع تتحدث عن دولة لا لا صحيح مهي الدولة تنطلق القضية من الاحزاب دولة احزاب وقوة وحكومة وقوانين اليوم ارتكافح الفساد اجيب مثلا رئيس لهيئة النزاهة هو رجل سياسي حزبي ومرشح في الانتخابات وايضا عني لغط في الانتخابات بانه ربما كانت له بعض الممارسات وايضا هو ينتمي لجهة سياسية هل يستطيع هذا رئيس هيئة النزاهة من يحاسب شخص من حزبة مثلا هل يستطيع ان يحاسب وزير تابع الى حزبة حتى في موضوعة البرلمان اليوم برلمان من يستجوب وزير ما بعد الاستجواب شنو ما شفنا بنا نحن نادرا مثل وزير الدفاع اليوم تم ايقال هل هو الان في السجن او هو خارج العراق اشخاص اليوم لا ينتمون الى احزاب منتفخين من المعنى يعني حضرتك تأكد بانه هذا الاتهام للاحزاب بالتورط بالفساد ودعم الفساد تغطي على انا اعتقد بانه هناك لدينا معلومات كاملة بانه الهلوسة اليوم اللي موجودة بالاتهام الجميع بالفساد حتى يضيء الفاسد الحقيقي هو ضيع اليوم ما العرفة ودائما هو حتى هو نفسه المفسد هو لا يعني حضرتك قبل شوية عممت هو متهم يعني اتهام متفق عليه انه الجميع متورط مو تمام؟ لا مو جميع متورط ليش هذا يظلم للجميع محلوم يعني مو بالدقة بس يعني القصد كل الاحزاب كل الكيانات انا اقول لك مثلا الجا يصير بين القوة السياسية وحتى احنا من عتن تحاملنا السؤال الفاسدين جاي يستخدمون غطاها للقوة السياسية يجيب بحيلة بعلاقات ويدخل ياخذ غطاها للقوة السياسية وفاسد انا اعتقد اليوم من الشجاعة ان واحد يعترف وسماحة السيد الحكيم من السياسي الاوائل في العراق عندما وقف في خطبة العيد السابقة في رمضان وقال نحن ربما نتبرأ من محافظة البصرة اذا ثبت عليه بمناسبة الكلام عن السيد الحكيم ومحافظة البصرة خروج السيد الحكيم من المجلس او السبب في كشف ظهر النصراوي لا لا انا اعتقد بانه المشكلة هي اصلا ما متعلقة مشكلة النصراوي في موضوعة الحكم لكن سماحة سيد الحكيم سماحة سيد الحكيم عندما توفرت انه معطيات بوجود مشكلة في البصرة وعلى اداء المحافظ اخذ هذه الملفات انطاعها الرئيس هيئة النزاهة ورئيس طلب من رئيس هيئة النزاهة الشهر بان يحقق خلص الشهر المحافظ هرى رئيس هيئة النزاهة طلب شهر لا سماحة سيد حكيم طلب منه شهر انا قلنا شهر حق اريد منك نتيجة هذا الشخص بريء ام مبريء خلص الشهر وطلع وجود محافظ جديد وحددنا نحن ما نعرف شنو ممكن الرجل بريء وربما ما أثير عليه وربما غير صحيح لكن هو هذا موضوع عثي المؤسسة صدرت علي أولا ما قابض له لا لا ما صدرت حد للان ما صادر شيء ما صادر شيء هيئة النزاهة في بيانها الأخير منع من السفر ولا منع من السفر بعد شنو نطلع وغادر منفذ الشلام شنو كده هو بعد هيئة النزاهة مشكلتها تتبرأ نفسها طلعت بيان بأنه ابنة ممكن متورط أو شيء والمهم بالوقت الضائع بالنسبة لنا محجوبين عن المعلومة لا نعم بالوقت الضائع عزيزي أنا أتحدث لك نحن تارحك هل من عقول يلا نسوينا محكمة ونخلينا مشنقة ونعدم غير أكم مؤسسات دولة الروحلة لو ما أكم مؤسسات دولة الآخرين ممكن يحاسبون ممكن عتهم غير إجراءات لا نحن مؤمنين مثلا الفقود السياسية حيانا نسمع بأنه تم حجز فلان أو اعتقال فلان أو تأيديه فلان نحن مؤمنين صارت بعض الظواهر لكن اليوم كتيار حكمة أنا جئت للنزاهة قدمت للملف مباشر ممكن يتكرر عندي أهم أجي أروح للنزاهة خلينا ننتقل لأستاذ علي النعمة أريد تقييم الفساد بالعراق في ظل هذه التطورات الأخيرة طبعاً أنه أعمليات قاقبض محافظين مدري شنو أحزاب تجمد بعض أعضائها على هام اجتهامهم ممتظم بداية تحية طيبة لك أضيفك كرام والمشاهدين قناة الحرة الحقيقة إذا نريد أن نأخذ علاقة بين الفساد والأحزاب والواقع الحالي أعتقد أنه صارت منظومات فساد نعم يعني الأحزاب تحولت من أحزاب سياسية إلى منظومات فساد سببها الأساسي هو المحاصصة المحاصصة انتقلت من مستوى أعلى السلطة الوزراء هذا حالياً إذا تعلن أي وزارة وهذا حدث يعني يوم أمس يعني يوم أمس علنت وزارة الداخلية تعينات على مستوى شرط أحد الأشخاص اتصل قال له لو لو توزعت بين الأحزاب شوف لك أحد من الأحزاب يرشحك يوم ما ترتب لك تدفع مبلغ فهذا من يجي تعين شرطي يدفع مبلغ بالتأكيد هو أساساً رح يروح يريد يستعيد ما صرفها فنحن بنية شخصية قابلة للفساد فالمحاصصة على كل المستويات أدت إلى أن المجتمع كله يتحول إلى ينظر الفساد لأن باب الفساد مفتوح واللي بنى هذا الموضوع المنظومات اللي بنتها الأحزاب من خلال تعيين الأشخاص غير المناسبين في المكان المناسب وبالتالي هذا يتعين يجب أن يؤدي ما مطلوب من عنده للأحزاب طيب وهذه العمليات اللي صارت الآن قاء قبض صدور مذكرات هروب محافظين قاء قبض على رئيس مجلس محافظة وما إلى ذلك هذه معنات الأحزاب بدأت تدفع بعملية القضاء الفساد بالوجهة نظرنا أعتقد أنه هذه يعني عمليات بسيطة نحن نتحدث عن مئات المليارات نعم ضاعت من العراق خلال 13 سنة 14 سنة أنا من أذهب إلى عمليات محافظة خلال سنتين أو ثلاثة أبدلة يعني شن الإجراء اللي صار عليها من نستبعده أي محافظة من محافظين يعني لعدي الآن ماكو إجراء على أموال المنقلة غير منقلة تم حجزها ولا استرداد الأموال ولا نأخذ مثلا مدير عامة الجزاء الزراعي وهو واحد من الأحزاب يعني معين بموجب محاصصة أحزاب طيب يعني هو ما متهم بليه أكثر من 300 مليار نحكم سنتين في حين نجي إلى واحد يعني هذا بايق 30 مليون نجي واحد يبق باكتك اللي نستفل حكمه 15 سنة فحتى منظومة القضاء يعني شون يعولوا هذا اختصاص قضاء شونت كيفت الموضوع أكيد أكو مواد قانونية المفروض القاضي يلتزم بيها حولوها من موضوع فساد إلى هدر المال العام فهي بكل أحوال هو هدر المال العام هو إطلاف لأموال الشعب فتحولت المادة لمادة أخرى حتى يقللوا للحكم عند تحول المواد اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أخذ هذا الفاصل قصير وعدوا لي من جديد أرحب بكم أعزائي المشاهدين أستاذ علي ملخص تقرير المنظمة الشفافية الدولية عام الماضي أشار إلى أن الأحزاب السياسية في العراق هي المؤسسات الأكثر فسادا في البلد بيريها البرلمان ثم القضاء ثم المؤسسة العسكرية إلى أي درجة هذا التقرير صحيح وإلى ماذا يشير والله من وجهة نظرنا نحن نهجي الأحزاب يعني الأحزاب بالتأكيد هي أكثر فسادا أو إذا ما كان أحزاب السلطة هناك أحزاب جديدة تأسر بعدين ما شاهدوا من أعذر خير لكن أحزاب السلطة الحقيقة خلال 14 سنة أثبتت فسادها من خلال خهدر المال العام واستثمار المناصب الحكومية من مصلحة أحزابها والأهداف الأحزاب بعيدا عن الأهداف ومخططات ستراتيجية التي يمكن أن تنهض بالبلد أفضل شيء شن المؤشرات التي تجعلنا نثق بهذا التقرير يعني من عنده أنا سأعطيك بعض المؤشرات التي نحن خاصة بعيدا عن التقرير أنا عن طلاع شخصي خلال السنوات السابقة أكثر من أربع أحزاب كان عندهم مكاتب تسمى مكاتب أملاك الدولة هذه المكاتب شغلها تبحث وين ما كانوا أملاك دولة من أجل تسيير معاملات وتسجيلها باسم أشخاص يعني مكاتب رسمية؟ لا مكاتب خاصة لهم لجان أو أقسام سمية داخل الأحزاب أربع أحزاب أنا أمشخصها وشايفها بعيني يعني وأعرف أشخاص بها كانوا يرحون للتسجيل العقاري العامة والتسجيل العقاري المحافظة ويجيبون قوائم بأملاك الدولة اللي موجودة بالمحافظات بغداد والمحافظات وكثير من هذه الأملاكة تحولت بأسماء أشخاص بقيادات بأعزابهم أو بأسماء الحساب يا أما بالإيجار أما بالشراء إلى حين الصدر أعتقد بألفين وعشر قرار منع بيع أملاك الدولة هو كان هذا السبب فهذا اللي كان هاليا يعني ما أعتقد بعدها وجودها بس أنا عايشها وأعرف أشخاص كانوا بها فبالتالي هذا واحد من المؤشرات يعني أملاك الدولة تقدر بمليارات تم باع ملايين بضعة ملايين لأشخاص يعني ما مستحقية مع ذلك أريد هذا التقرير منظمة الشفافية الدولية يعني برأيك باعتبارك مختص نعم ورئيس منظمة الشفافية بالتجمع الشفافية مو تحالف شفافية تحالف شفافية بالعراق يعني هذا آليات إعداد التقرير مدى دقة معلوماته أو شوف هو هذا التقرير يتم من خلال أشخاص موجودين بالعراق وغالبيتهم رأسا منظمات أو ناشطي طيب يتم إرسال بيانات يسموها مدركات الفساد يعني مؤشرات مؤشرات مدركات الفساد يدزوها لأشخاص هؤلاء الأشخاص يبدون يملون بيانات حسب موجودة الأسئلة وبموجب نتائج مجموعة أشخاص يعني في كل محافظات يبدأ هناك بنظمة الشفافية تحلل هاي النتائج وتطلع النتائج لكل الدول طيب فموجودين في العراق يعني حسب معلوماتي أكثر من مئة وخمسين شخص يبدون هاي البيانات وأحد الأشخاص اللي أعرفهم يعني نقل لي أنه وداها للجهات الحكمية لما نعم مقام يابا املوها أنتوا زين وآني أوقعها حتى يشوف أنتوا شين رأيكم بالموضوع زين فباقي يامهم شهر وما ماليها راجعوا ماليها ودازها دازها إلهم أي فبالتالي ما متعاونين حتى ويابا يملأ هاي الاستموارة اللي تبين إنه إذا هم ما صحة وخطأ طيب الأكثر فسادا في البلاد الأحزاب يليها البرلمان ثم القضاء ثم المؤسسة العسكرية شوف القضاء راح أجيك آني بموضوع يعني محدد أمثلة عندنا واعي ما شاء الله بالإعراق نحن نبقى نحن نجي مثلا رئيس مجلس محافظة البصرة شكك بنزاهة القضاء في البصرة وطلب ينقلوا لي بغدان حلو مستوى رئيس مجلس يعطي إحنا نسأل يعني أنت أكثر من أربع أسنين محافظة البصرة رئيس مجلس محافظة رئيس مجلس محافظة بصرة وعندك لجنة قانونية وعندك مواطنين يراجعون يعني خلال هالأربع سنين ونص ما شخصت أكو تسمع عدم نزاهة بالقضاء إلا صارت القضية شخصية إلي الله أشخص أنها نزاهة قضاء لكن مع ذلك أكو أنه عدم عدالة بالقضاء وتمييز بين المسؤول والمواطن والقضاء نفسه على كل المستوىات هم محاصصة محاصصة كنت أريد أسأله وهذا السؤال أنت قلبي ضيوف الكرام بس يارك سجل عليه ملاحظة بالنسبة للأموال يعني على الفضائيات مفضائيات فتح المكاتب بالنسبة للأحزاب حملات الانتخابية هذه بيها مؤشرات إلى إلى أنه هاي فلوس يعني كثيرة فلوس الفضائيات فلوس الحملات الانتخابية وأنتقل بهذا السؤال لأستاذ أحمد الجبور شون رأيكم بهذا الكلام والكلام دائما الناخشة يعني أستاذ سعدون واضح جدا اليوم خلنا نتكلم بواقعية لا لا أنا بس أوضح السؤال يعني هو فعلا إيجاد فضائية أو ثلاث فضائيات بحزب واحد لا لا فساد ليه أنا أحج لك أتكلم لك بواقعية اليوم يفترض أن تكون هناك شفافية كل الأحزاب اللي إيجت بعد الألفين وثلاثة هي أحزاب فقيرة لا تمتلك الآن لما تمتلك فضائيات ومصارف ولجان اقتصادية وصرف هذه واضح جدا منين لك هاي الأموال خلنا نتكلم بواقعية وحتى على مستوى الشخصيات اليوم لما شخص يجي صار مسؤول في الدولة مدير عام نائب وزير يعني هو معروف قبل أن يأتي إلى هذا المنصب اللي كان عنده وقبل الآن أنا أعرف أكو شيء اسمكش في الذمة المالية يعني نحن قانون 29 لسنة 2011 كان واضح جدا من حق هيئة النزاهة تروح على المواطن العادي وتقول له تعالي أنت نين لك هذا يعني مو بس الموظف والمسؤول فاللي تفضلت به اليوم واضح جدا يعني نحن كنا نتمنى طبعا أنا أشك أن يطلع حزب يقول أنا نضيف مئة بالمئة وما أثريت على المال العام ما يقدر واحد يطلع هذا الشيء مستحيل طيب لجنة النزاهة البرلمانية لا لا حتى نتكلم لجنة النزاهة حالها كحال الحكومات محاصصة في كل شيء يعني اليوم لما صارت اللجان في البرلمان ما تم استهداف اللجان على أساس الكفاءة والنزاهة وإنما على أساس المحاصصة ولذلك اليوم نعم نحن نسعى إلى أن يكون دور البرلمان قوي لكن أكيد المحاصصة حاضرة في هذا الجانب ولا اليوم نسأل يعني نتمنى يعني أن تصير فد حملة على كل المسؤولين يجي تعال أنت قبل ما تشلت نائب ما كان عندك وانت الآن ما كان عندك من أين لك هذا وهذا قانون بالمنازل شرع لا لا أنا حتى بس أروح للموضوع آخر لا رأيك اختصار حتى أنت تخلصوا على آخر لا نحن حتى هم نوضح 8 نطين الدور يعني فيما يخص حماية المسؤولين أنا مدفع عن القضاء القضاء يتعامل بضوابط وبقوانين وفقا للتحقيق لكن شيء اسمه التحقيق الإداري كل المدراء العامين والمسؤولين دا يتهربون من الفساد من ملفات الفساد من خلال التحقيق الإداري يعني اليوم أنا موظف صار علي ملف يجي للقضاء القضاء يطلب تحقيق إداري هذا التحقيق وين يروح الدائرة اللي هو الحزب مسيطر عليها فبالتالي يسوونه بريء وماكو هدر وكان أني مال تسليمة وبالتالي القاضي يبني عليها ويطلع براءة وطبعا نتكلم على كثير من المسؤولين مدراء عامين وكلاء وزراء بمختلف الدرجات إذن هنا لما أنت تقول للقضاء القضاء يفترض أن يعيد النظر بهذا المجال مو بالضرورة يروح للتحقيق الإداري لازم يتأكد من حيثيات القضية طيب هو هذا الحيثية أنه القضاء يعتمد على التحقيق الإداري طبعا هذه أشكالي طبعا أستاذ سعدون 90% من تسوية الملفات أنا طبعا حير ملفات للقضاء بشكل كبير قسمنا صارها أربع سنين الإشكالية في التحقيق الإداري لما القاضي يطلب تحقيق إداري يصير الترتيب بالمداري خلينا أبجع الموضوع الفضائيات ونعتبره مؤشر لو لم موضوع الفضائيات أولا بلجنة النزاهة لماذا مؤشر فساد؟ لا أنا أسمح لي اليوم أنا لماذا أكون تجار بسطة عادين يفتحون أوكي اليوم أنا حزب أنا أحمد الجبوري عندي حزب لازم يفترض أن أكشف عن موارد حزبي منين تجيني تبرعات تجار اليوم أقل فضائية تصرفي لها بالسنة ما لا يقل على المليون دولار إذا مو ربما أكثر مليون دولار بالسنة؟ طبعا طبعا أنتوا أدرا في هذا الشي مو تسأل أحمد الجبوري أنت ساعدون محسن ما تعرف صرفيات أنا غريد أريد أن تدول أكثر من أكون فضائيات تصرف 2 و 3 و 4 طيب منين ذلك الفلوس؟ يفترض شعودكم أنتوا كأحزب يعني ما كواحد عندنا عنده إمكانية فلوس يصرف عليه ولذلك اليوم نجد أن جميع الأحزاب أتها فضائيات منين هاي الفضائيات؟ وين سجلاتكم؟ وين الكشف مالكم؟ الأحزاب نعم قررنا قانون الأحزاب بس لحد الآن ما أتفعل ولذلك خلنا نتكلم بشفافية وبشجاعة ومن ظل إحنا في وهم بأنه أكون أحزاب ملائكية لا الأحزاب اللي تصدت للسلطة منذ عام 2003 هي تتحمل مسؤولية ستقول للشعب الشعب مقرود الشعب الشعب جعل يقل انتخبني واني أطير عنك الاشتثاث أطير عنك الفساد أجيب لك شارع أجيب لك مدرسة وبالأخير من أخذ أصواته وأخذ السلطة طيب أكيد دكتور محمد عند تعليق على الموضوع وهو يعني أخذنا فتحالة اعتبرناها مؤشر يعني وجود فضائية ما قلنا مثلا للانتخابات وجود فضائية هنا التيار الحكمة طبعا الكلام مشمول كل الأحزاب بعتفضائيات الآن إذا مو أكثر من فضائية إذن هو الكلام شامل للجميع شون رأيك بهذا المؤشر وتأكد لو تنفي أنه هو مؤشر فساد باعتبار الحزب منين يجيب يصرف على فضائية أقل شي يقول لك مليون دولار من السنة أين أستاذ سعدون نحن نتكلم بشفافية عالية نعم لحد الآن وضوعة مكافحة الفساد في العراق هي عبارة عن ظهر صوتية ما على سبيل شد وفقط الآن هناك من يريد أن يجعل هناك ربما الفساد كأنه ما يشخصه فقط في الأحزاب وخاصة فقط في الأحزاب الإسلامي بسم الدين باقولة حرامية وهذه الشعارات التي سمعناها في الأشهر السابقة أنا أعتقد بأنه اليوم أنا أطرح شي اليوم كأحزبان من حقي بين عندي شركة مقاولات من حقي أنا أستثمر المول من حقي أنا أفتح الدكان من حقي أنا أعدي معرض سيارات من حقي وأموّل بيهم بس ليش لا يكشف هذا الحق فعالة تطيني المؤسسة التي تكشف لي أنت جيتني وأنا ما نطيتك قانون صالة ستة شهر تم أقلعها لا حبيب ما كان بيه بأنه كشف اللعظة كشف الذمم السجلات هذا من هو يسويها أنا أجل رح أقدمها لو أكون مؤسسة محايدة قضائية الآن أنا ربطت مثلا دائرة الأحزاب ربطتها مفوضية الاتخابات ومفوضية الاتخابات هي في جوهرها سياسية وأكو عندنا مشكلة إدارية إذن أنا حضرتك تقول لا بس أنا بيقول كل الأحزاب كلهم حرامية وكل فضائياتهم من المال العام وكل دعايتهم انتخابية من المال العام أعتقد ظلم كبير أضاف إلى هم مو منزهين أنا ما مؤمن بنظرية الملائكة والشياطين لو كلهم ملائكة لو كلهم الشياطين هذا ما موجود ممكن واحد عند عقل ومنطق يمكن يقبله هذا الشيء نعم هناك ناس فاسدين هناك ناس تستغل الأحزاب هناك أحزاب تجارية هناك شخصيات شخص ترغي هو ناهب العالم كلها وتلقاه يعني منتفخ وتلقى شركاته خارج العراق ربما ما بس الله ليدر بي هذا هو شخص ربما أكثر من الحزب هو مفسد هناك فرق بين الفاسد كشخص وبين المفسد هو هذا يعمم الفساد على الدولة أنا أعتقد بأنه اليوم إذا أردنا نكافح الفساد نحن نحن عن سبب أو نتيجة نحن اليوم مثل واحد البيتا محترك شي سوي طف النار لو يبحث عنه لي حرق البيتا والمرة يطف النار ما يخال أنا أريد ألبثه بقالي أقل من دقيقة بهذا الفاصل يعني بهذا البارت يعني مقنع الكلام بأنه الأحزاب وقلنا من أتكلم عن حزب بحل ذاته يعني مقنع أنه من خلال استثمارات تقدر تفتح فضائيات تقدر تقدر روح السلم خاصين ممكن أنت عندك شركة واحدة يمكن أن يتمولك بس كنت تشتغل بمال حلال مو كومش وين قطعنا الخاص حتى قانون ما يمنع يكون عندك قطع لا لا هو وين قطعنا الخاص لا ليش أكوه أكو عمل المولايات لماذا لا أكوه الآن العراق الآن وحسن مختصير بالاقتصاد أكثر سوق اليوم بالشرق الأوسط بي بس هو هسه نحن نحكي مثلا عندك 2010 وراء 2009 وراء 2007 وراء ما الأحزاب فتحت هاي القضايا لا أكوه أحزاب لا أكوه أقول لك مثلا اليوم تيجين حزب الدعوة مجلس الأعلى شون كان يديرون وضعهم قبل السقوط خلينا نشوف شون يديرون وضعهم قبل السقوط بعد هذا فاصل القصير عزائي المشاهدين من جديد أرحب بكم عزائي المشاهدين وهذا جزء الثالث من حلقة اليوم دكتور قلت حضرتك بأنه أردت تقول بأنه هاي الأحزاب كانت الأحزاب الكبيرة القديمة المدرشين وكانت موجودة وكانت تدير نفسها وعندها فلوس بس ترى موهي يعني إحنا شايفين والناس شايفين يعني الأحزاب كانت هادة بسيطة مقراتها قليلة فضائيات مهمة ما عندها يعني أجيزي وان ما مختلف وياك لكن اليوم أنت تقول مثلا المجلس الأعلى وحزب الدعوة أربعين سنة خارج العراق ما صارت عدة مصالح اقتصادية ما صار عدة ناس فهم اليوم تم رؤوسها موالجة وستثمروها في العراق كثير من عتوب لأن نعرفهم إحنا كثير اليوم من القيادات ندعنا تحدثان عن الحكمة اللي كان أبو المجلس والي ينضموا بيهم بقوا مع المجلس الأعلى وعطهم شركات خارج العراق وعطهم مصالح اقتصادية ويمولون اليوم ويساهمون لكن بيناني أنا أتحدث بأنه بإطلاقية كاملة واضح أنا فهم قصده بهذا الاتجاه لا اليوم تعالى مستوى موظف بسيط اليوم ما من تم الحزب تروح تلقي الرشوة بأي دائرة خلال اليوم دوار الدولة الرشوة موجودة فأنا أعتقد هدنا مشكلة مجتمعية معالجة الفساد تحتاج حشد مثل ما حشد اللي طهرنا الموصل وخلصنا من داعش نحتاج حشد يخلصنا منيا هو السؤال الجوهري وراح تقول لي راح تقول لي التعميم غير جائز وأتفق التعميم غير جائز إنه شلون نسوي هذا الحشد إذا هي الأحزاب مستفيدة وخلي أقرى لك تعليق لرئيس أو تصريح لرئيس تلادر القانون سيد نور المالكي يقول الهيئات الاقتصادية الأحزاب تعتبر رأس الفساد في الدولة العراقية يعني سيد مالكي ما عنده هي الاقتصادية لا أنا ما أقول عنده لو ما عنده فهو مشكلة وين بين أنا أعمم وأنا جزء من التعميم اليوم أنا إذا أقول لك إحنا كتيار حكم إحنا إنبياء إلا أقول لكم إنبياء أكون ما ستستغلنا لكن أنا أجأ أمام الناس وعرّي هؤلاء اللي يستغلوني وأنا يا طهر أنظف بيئتي داخلية وليوم مثلا إحنا اليوم أول أشياء أول يوم تأسيس الحكمة سمح سيد حكيم عين مفتشعة وما قبلنا أي واحد ينتيم ملتير الحكمة إذا ما يكشف مصالحة المالية يكشفها إلى من نجاهة معنية لو إلكم لا هو يجيب إلنا ورقة النزاهة مثلا عظم الجمحافظة عظم الجمحافظة عظم الجمحافظة حتى يريد يرشحوا إياه بأن إحنا نريد أقول لك إحنا تأذينا صراحة أقول لك بين بعض استغل اسمنا واستغل غطاء السادة الحكيم وهذا ما ممكن اليوم نحن نقبل به في المحل أيضا أخذ منك التعليق آخر على نفس موضوع المصالح المالي وأني عفو موضوع لجان الاقتصادي وأني في حلقة سابقة ناقشته وهي ضيوف مختصين تقول هيئة النزاهة أن نفوضي العلم المستقل للانتخابة استجابة لمقترحة الداعي إلى ألزام الأحزاب السياسية كافة بعدم تأسيس لجان الاقتصادية تابعة لها وبنفس الوقت تقول الهيئة هيئة الانتخابات أنها شخصت عدم توصل القضاء إلى نص صريح للعقاب بحق تلك اللجان هذا مو معنات الصفة التشريعية اللي هي أحزاب بس أقول لك هو شنو اللجنة الاقتصادية يعني هو مكتب مثلا أو هو أشخاص مثل يوم أحزاب هذا مقاوي هذا من أشخاص معنات أحضرتك بس وين المشكلة من يجي هذا مثلا يجي عضو مجلس نوار أنا سامع من وزراء يجي عضو مجلس نوار فأسأم وقل لك اللجنة الاقتصادية يجي سامو وزير تنطينا هذا العقد لو أنا جمع عليك تواقع يضطر الوزير يضطي عقد هو هاي المشكلة دخل لي أقول لك شئر القصدي يعني وجود لجنة حضرتك تقول يتم استغلال أسماء الأحزاب لجنة الاقتصادية إن يجي واحد ويحكي باسم اللجنة الاقتصادية لفلان تيار أو لفلان حزيب معناته هذا مشارعا أكو يتمتع بغطاء سياسي يعني ما حد يقدر يقول يجي الوزير الوزير مو تاج عقاب بس هو أقول لك أنا مثلا هو مو فقط بها اللجنة وروح أسأل وزراء استضيف وزراء وشوف بشون يتم ابتزازهم وسيادة النائب اليوم هو في مجلس نوار ويعرف كثير من التفاصيل نائب إذا ما تنطي عقل إذا ما تنطي مقاولة إذا ما تنطي تعيين يروح يبتزك وجميع لك تواقع وشهر بك بالإعلام ما نعرف هاي غيرنا يوروب احنا ما نعرف على العموم انت قبل شوية تقول الأحزاب مو كلها لطبعا مو كلها انت حجيت على التعمين وانت حجيت على التعمين وانت حجيت على التعمين لا لا مو كلهم بعض النواة بدا أقول ببعض النواة طيب بهالحالة يعني إذن الدائرة محكمة احنا نريد مؤسسة أنا بنا أريدنا نتخلص بموضوع المؤسسة المؤسسة ما ممكن تسيد لاندي نقوّل مؤسسة رحي إيتي ما عدنا خيار نقوّل مؤسسة قوانين قوية سبب مبدأ التحاصص ما تقول مؤسسة لا لان نقبل احنا على توازنات جديدة سياسية شو يعني توازنات جديدة الخارطة السياسية ما ممكن أن تبقى بهذا التوازنة طيب ربما كبير ما اختلفنا الخارطة السياسية خد تتغير ما دام يبقى قضية التحاصص فأحنا رايحين باتجاه الأغلبية الوطنية نحققها فإن شاء الله يكون لدينا خيارات مفتوحة ساذ أحمد وارتباطنا بنفس الموضوع نعم الكلام اللي يدور بمجلس النواب من أنه يا بيت شراء أصوات النواب المستجوبين أو حاضرين الاستجواب من قبل الوزراء صار سهل وزير أي وزير يتعرض للاستجواب ممكن يشتري كم صوت يعادل به التوازن ويطلع من الاستجواب سليم إلى أي درجة هالكلام صار لا أستاذ سعدون أولا 25 توقيع حتى نجيب الوزير لا لا مجيبة تصوت على هذا الكلام حتى نتكلم بواقعية هسا أنا ما قدر أقول لك كل النواب هم ناس يعني ما عدهم هالشي هذا أكو بعض النواب يعني يبحث عن مصالح عن فساد لكن كثير من النواب هم لا يقبلون بهذا الشي يعني أنت سألني غير مفد يوم ما حد جاءني قال لي أسحب توقيعك أو كذا وكثير من النواب لما يوقع ما يسحب توقيعه تصير حالات هسا هي قضية مو قضية لا لا حتى قضية التصويت لا 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 أنت الآن ما تقدر يعني أنت خلني نتكلم كواقعة يعني في التصويت على قناعة وزير الدفاع كان 120 مقابل 140 هل معقول 140 كلهم التفقى و120 وزير الدفاع كلهم خلاهم يوقعون هذا يعني سلمان الجميلي 104 102 معقول يعني هذا 104 جماحهم سلمان الجميلي وأمطاهم وال120 أنا قلت أنا قلت يغير النسبة نسبة التصويت لا أكو مثلا يعني علاقته متميزة مع الوزير يجي يأثر مثلا على أستاذ محمد أستاذ عسين يأثر على يدير وبالكم عليه هذا مستهدف بس ما نعود تيجي عملة وفلوس ما تصور يعني أولا يعني كذب التصريحات طلعت من النواب في مجلس النواب كذب يعني مو كذب هسا أنا قدامي ما صارت هاي الحالة أولا هاي الحالات من الصير يعني موصل الموضوع يعني حضرتك أستاذ سعدون نحن من نقعد بالبرلمان إذا تصير أمور سلبية وصفقات هاي تصير بعيد عنه يعني ما تصير بالعلن ما تصير بالعلن يعني ما تصير بشكل واضح حتى يشوف أحمد الجبوري ويشوف إذا تصير إذا تصير لكن قدامنا الأمور طبيعية أنا يجون النواب يقولون لي مثلا دكتور سلمان ما عنده شيء طلع لكن أنا شابقى قناعتي بالملف هل هذا الملف هو يستحق أن يعني أصوت على قالت هذا هو الجانب لذلك حتى نرجع ونقول نعم عدهم أمور عدهم منافع لكن ذولا بعض أما الأغلب الأهم فهم أيضا وبالتالي لول أغلب لول أغلب لول أغلب لا لا الأغلب الأهم سبات خلينا حتي خلينا حتى تقول لا إي لا الأغلب الأهم بداية العم الأغلب لو كان مخاضع للمساومات والمزايرات والبيع الشرع كما تقول التهم كان إحنا هستبخير لا أنا كلك الشون هذول النواب هم خاضعين لأحزاب خاضعين لكتل أكسر النصاب إذن من منين رأس الفساد خلنتكلم الفساد هو سياسي أولا وبعدين انتشر إلى القطاعات خلنتكلم بواقعية وبشجاعة كلمجنة نزاهة بالدورة السوق شون كنت تتعاملون مع اللجانة الاقتصادية أنا اللجانة الاقتصادية أولا ما كل جانة الاقتصادية مثل ما أتفضل هو شنه واحد يجمع المالات يعني هي شنه خلنتكلم بواقعية هو قابل أكل لجنة الاقتصادية يوم علقين قطعة هاي اللجنة الاقتصادية لحزب سين أو لحزب صاد هو يجي أنا أقول لك يصير الأمر الآتي اللجانة الاقتصادية متمثلة بمافيات الفساد من التجار اليوم أكو مافيا مال فساد مال التجار هذه في كل دورة جاليوم الوزير محمد جاليوم أحمد هم يتحولون من أحمد على سبيل المثال يتحولون ويبقون مطوقين الوزير ويأخذون العقود مالته وهذول التجار معروفين للدولة العراقية وللطبقة السياسية والكل يعرفهم وحتى الإعلام يعرفهم معروفين محددين هم يأخذون العقود في هذه الوزارات من الـ 2004 ولحد هذا الأمر ويرتبون الأمور كلها ولذلك هذول هم رأس الفساد ما اختلفنا إذن الأحزاب تتحالفوا يهم هم هذول التجار هو يأخذ العقيد ويرتبوا أفلال هس يرتبوا يجوز بعض مرات يرتبوا يتشبير بعض مرات يلجئ أنه يجي حتى إلى مستوى أسقر عنصر خلال عملك بجلد نزاه السابق وعملكم الآن بجمهة الإصلاح نعم إلى أي درجة القضاء جاد بالخلاص من سلطة الأحزاب ومكافحة الحساب أنا أعتبر أن القضاء الآن هو قوي جدا الدورة السابقة ربما كان عليه تأثيرات سياسية لكن اليوم القضاء له دور والآن نقدر نقول إن ما حد يقدر يأثر على القضاء تقرير هيئة النزاهة يقول بأنه أكثر من خمسين بالمئة من أوامر القاء القبض وما منفذة ما منفذة هذه تعتمد على السلطة الحكومية اليوم الحكومة يفترض أن تجي تجمع أوامر القبض وتروح اللي داخل العراق تجيبه واللي بالخارج عندها وزارة خارجية عندها أمن وطن إذن السلطات المسؤولة عن القاء القبض نعم مكافحة الفساد هو واجب على السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية أرجع لك بعدين بموضوع الملفات الملفات النزاهة اللي يتفحل على القضاء أنا أقش وياك بك يتاحنا الوقت بالتفصيل فتح ملفات الفساد واستخدامها في الضغط السياسي إلى أي درجة بحسب مراقبتكم ممكن الخلاص مننا بالعراق ويقدر منتشر ويقدر ممكن الخلاص مننا الحقيقة يعني هي كل ما يدور حاليا من ملفات الفساد سواء على محافظين على مدراء عامين نعم على وزراء هو يعني ملفات سياسية أكثر ما تكون هي ملفات فساد يعني ملفات للضغط من أجل الدفع في اتجاه خدمة جهات سياسية سواء أهدافها اللي محددتها للعمل مع هذه الوزارة فبالتالي المصداقية يعني الشارع العراقي المصداقية فتح هذه الملفات فقدته يعني الزام على ذكر المصداقية الزام مفوضية الانتخابات بأنه تلزم أو ما تسجل حزب إذا عنده هيئة اقتصادية بشقد هذا القرار أو هذا القانون يتمتع بالمصداقية يعني أنا أضيف يعني كآلية لعلاجة المعالجة أضيف إلى ما قال الأستاذ أحمد أنه مو شرطي أكل لجنة اقتصادية أشخاص يديرون العملية مع الوزراء ومع المدراء العامين ومع كافة الجهات ممكن أن يدون العملية بدون تسمية لجنة الاقتصادية ما سوي لجنة اقتصادية بس عدي أشخاص يعني أنا تأكيداً كلامك وهذا المغزى السؤال لما يجي تيجي الجهات المسؤولة تقول هذولا الأشخاص مثل الأشباح طيب جهات المسؤولة تقول هذولا الأشخاص مثل الأشباح لجنة الاقتصادية نعم وبعدين تلزم الجهات المسجلة للأحزاب تقولهم لس تجدون حزب عدة لجنة اقتصادية هذي آلية مكافحة الفساد تراها واقعية صادقة لا أبداً آلية مكافحة الفساد تبدأ من من موضوع المحاصصة أنا من يكون وزير أو مدير عام أو على مستوى قلت لك نزلت إلى المحاصصة بتعيين الشرطي حسب الأحزاب فبالتالي أنا رح أفرض على هذا الوزير أو المدير عام أني أدي ما عليه للحزب اللي جابه فعنده وظيفة معينة فأنتيك مثل يعني قبل أن تكمل البثل وأنا أريد أخذ هذا الفاصل وأرجع وياك إلى موضوع مدام ناقشنا البرلمان والأحزاب خلنا ننصل للقضاء عزيزي المشاهدين بعد هذا الفاصل الأخير أهلا بكم عزيزي المشاهدين في الجزء الأخير من حلقة اليوم أستاذ علي كان عندك مثال قبل أن أنتقل موضوع القضاء نعم أحد مسؤولين بحدى الوزارات فنذكره حتى ما نتحمل بعدين الملاحق قضائي تم استبعاده من الوزارة نتيجة لخلاف بين الوزير وبين هذا المسؤول طيب أين ومكانه وكالتين شخص من غير حساب صور هذا من إجي المكتب أبعد كل الموظفين اللي كانوا يعملون مع المسؤول السابق وصوصا للشايشي نقلوه لمناطق بعيدة عن منطقة السكناء وعينه غيرهم أو جابه غيرهم كلهم من مجموعة المسؤول الجديد فبالتالي هذا ينطينا مؤشر أنه هذا علي الجديد لازم عليها التزامات ويأديها فما يريد الآخرين يعرفون بها فأبعد الكل يعني قلت لك إلى مستوى تشايشي نقلوه لمنطقة يعني بعيدة عن مدينة يعني 22 كم بسلة وحدة بسلة وحدة كلهم أبعدهم وجاب مجموعة جديدة من تمية للجهة السياسية اللي هو ينتمي طيب أنا أجلت سؤال إذا وجهت لأستاذ أحمد بعدين على موضوع القضاء قلنا ناقشنا البرلمان ناقشنا الأحزاب القضاء هسا كمنظمة معنية بالشفافية يعني تعرف حضرتك لأنه مثل ما قلنا أكو أوامر القاء قبض ما تتنفذ الكثير يعني هسا لجنة النزاة يقول إحنا حولنا الملفات مالتنا للهيئة النزاة هيئة النزاة يقول حولناها للقضاء وين المشكلة ليش مستوى الإنجاز نسبة الإنجاز ما يناسب مؤشرات الفساد بالنسبة لحسم القضاء أنا مثل ما تحدثت لك بداية التنفيذ القاء القبض هو من واجب السلطة التنفيذية وزارة الداخلية لكن القضاء نفسه هو محاصص معهد القضاء العالي القبول به هو محاصص بين الأحزاب القاضي اللي يكون هو إذا ما كان منتمي لحزب لازم يكون بجانب حزب معين وعنده ظهر بحزب معين فبالتالي هذا القاضي عد التزامات للحزب مالتا للجهاد فمن تجي هيش آمر قاقبهم على أشخاص ضمن حزبه بالتأكيد راح يأخرها راح يغير المادة القضائية راح يغير كثير من الأمور التحقيقية من أجل تحقيق مصلحة الأشخاص اللي هم ينتمون لحزبه وهذا يعني جزء من فساد القضاء بالرغم أنه القضاء سنين الأخيرة يعني سنتي الأخيرة أنا أعتقد أنه بدأ يحاول أن ينهض بنفسه ويبتعد عن هذه الملحة شنو ما أشترات اللي هو أيضا قال أستاذ أحمد شنو ما أشترات هذا النهوض يعني مجرد هاي كم قضية بدأت تنحسم أو محافظ هذا المستوى كان موجود هاي المنشرات الحقيقة الضغط الشعبي خلال هاي سنتين غير هواية من المنظومة الموجودة منظومة برلمانية المنظومة القضاية يعني كل جهة من جهات بدأت تحاول أن تحمي نفسها من الضغط الشعبي ومن انتهاء عملها سواء قاضي سواء برلماني سواء سياسي فهذا الضغط الشعبي رغم أنه ما حقق من وجهة نظري كل النتائج اللي كان ممكن أن يحققها في السنة الماضية والسنة القبلها وكانت يعني عملية ممتازة لكن حقق جزء من التغيير من ضمنه أنه القضاء نفسه بدأ يغير الضغط ماته وبدأ يحاول أن يثبت نفسه أنه قوي ويحقق مصالح الشعب لكن نحتاج أكثر نحتاج أكثر لا زال منظومة القضاية والتنفيذية وحتى البرلماني هي بيها مفاصل فساد كبيرة طيب وقدرة الأحزاب على فرض هميرتها على القضاء ما دام قلت حضرتك تقول نحتاج وتقول أكو مؤشرات نجاح طيب إذا القاضي جاي عن طريق المحاصصة حتى إذا هو ما منتمي بس أكو أكيد لا وقبول بمعادة القضاء أكو لازم أكو أكو شروط للمنصر أكيد طيب هذا شروط للمنصر بشون يعني نقتنع أنه ممكن القضاء ينهض منها ما دام كل قاضي تقول أو معظم القضاء معينين بشروط منصر معناها السالفة محكمة صعب الخلاص منها لا هي صعبة أكيد لكن كثير من القضاء وحتى قلت لك لنظومة البرلمانية بدأوا كثير من برلمانين يشوفون نفسهم أنه هم قدمون أو يكونون ضحية لاستفادة آخرين فبدأوا يغيرون عملية أمدهم الحقيقة مشكلة نرجي على أنه يخاف على منصبه وممكن يتغير ويتروح عليه وصعب يعني يروح عليه المنصب ما لا الساد أو دكتور محمد قلت حضرتك بأنه معظم الفساد يصير عن طريق استغلال الحزب أو حمل اسمه أو التهديد باسمه طيب هذا على مستوى سنين طوال يعني إحنا راح اقتربنا من دخلنا بالعقد الثاني معقولة الأحزاب لهذه الدرجة ضعيفة أو عذرا عذرا بين قوسيا مغفلة إلى درجة أنه يتم استثمارها متحقق حالات صير حالات طبيعي اليوم حزب كبير ومفتوح وبعض يحاول يستغل نحن الآن تجينا كثير مثلا من الاتصالات على اليوم مثلا الواحد راح مثلا يراجع في دارة حكومية ويتكلم باسمنا مباشرة نكون جوابنا بأنه إجراءاتكم القانونية والإدارية والرسمية حتى لو كان مخول من عندنا مثلا في مراجعة في كتاب في هذه القضايا وأعتقد يجب على كل القوى السياسية أن تعري هؤلاء وتقوي المؤسس أنا أعتقد يوم لا سؤالي ليس هذا دكتور أنا سؤالي أنه عندنا حس تهم كلام عن فساد هائل هدر هائل للمال العام الدفاع اللي قدمت حضرتك بجزء السعب وقلت الأحزاب مو بالضرورة تكون مشترتة بشكل مباشر لكن غير مباشر لأنه يتم استغلال اسمها هذه الأمثلة اللي طرحتها حضرتك أمثلة على قضايا بسيطة يعني واحد يروح يستغل أسبق قدام قاضي مدري قدام وزير ببساطة الوزير يرفع لا نحن نتكلم عن عقود كبيرة يتم استثمار اسم الحزب به يعني أنا أقول لك هو بعض في فترة من فترات استغل كثير من الأحزاب يوم مثلا شوف هذا الحزب قوي في هذه الوزارة في هذا الموقع في السلطة في المؤسسات الأخرى وكثير من اليوم اللي هم التجارة وغيرهم استغلوا ما زال واستغلوا الأحزاب ذاك هي دعوة أقمت دعوة قضائية مثلا كحزب نحن كثير من إجراءات قمنا على عضل أشخاص اللي ينتح لهم صفر مثلا اللي كان مثلا على مستوى قضايا لكن الآن نتحدث بين نحن مقبلين على مرحلة جديدة شلون نحن نكافح الفصال أكو ناس حتى لو كان هو ينتم من الحزب ما عند حصانة هذا بأنه اليوم أنا أمطي حصانة والله أنت من الحزب الفلاني وما أحاسبه وما أخليه تحت مطرقة القانون نحن قبل سنة من الآن سمح سيد حكيم تحدث بأنه أنا أتبرأ من أي شخص ولو كان أقرب الناس إلي وزير كل السياسي يدرون هيتش بالمناسبة لكن هم أنت جئت إنت مثلا اعتقلت المسؤول وأني منعتك أنطيك الحرية لكن إنت مقابل أنا اليوم أتحدثوا إليك ما عندنا إحنا عندنا جهازنا اللي هو مفترض يكافح الفساد عندنا مفتشيات هي ربما تساعد على الفساد ووزراء يتحدثون بأن المفتشيات في الوزرات هي ربما تساعد على الفساد عندنا هيئة نزاهة شوف القنوات اللي عندنا عندنا لجنة نزاهة في البرلمان وفي المحافظات جوار رقابة مالية وعندنا محاكم ربما أفضل شيء في هذه القنوات هو الرقابة المالية ليش ماء قوي الآن إحنا عندنا مشروع كتيار الحكمة نريد أن نطرح في موضوع محكمة عليا لوكافحة جرائم الفساد فلسطين أحسن من لعدنا بها محكمة هذه القنوات النزاهة محكمة سيتم تحاصص لا عزيزان مو مع جناب الأستاذ منتحدث بأنه كان من القضاء كله مسيس وأحزاب والأحزاب تدخل في مجلس القضاء هذا أعتقد ربما فيه مبالغة كبيرة واليوم القضاء نهو في منظومته هناك منتحدث فيه رصانة وفيه نوع من المهنية نعم هناك ضغوط تمارس في فترة من الفترات تحدث سياسة النائب بأنه كان هناك ضغوط تسييس قرارات السياسية في تفسير المحكمة الاتحادية كتة الأكبر وغيرها ما هو إذا صار منفذ بعض الاستثناءات إذا نفتح شباك على الجهة فمعناها شباك هذا ممكن يطبي كل شيء أنا أعتقد أنا وفق مجلساتنا ثق سنتحدث عن التاري الحكمة يعني تأثير بس الآخرين عندهم تأثير وفق مجلساتنا الآن قرار القضاء عنده سلطة الآن هذه شهادة جيدة خلي أنتقل يعني أستاذ أحمد وأريد تقييم لأداء لجنة النزاهة الآن لأنه كلام أنه لجان النزاهة تقوم بعمليات الابتزاز أولا لجنة النزاهة ما مسؤولة عن تحريك الدعاوة يعني خلنكن واضحين احنا بالدورة السابقة شرعنا قانون 30 لسنة 2011 اللي هو ديوان الرقابة المالية وشرعنا قانون 29 لسنة 2011 اللي هو قانون هيئة النزاهة احنا نراقب هيئة النزاهة مو أنا هلا يقوله حتى نتكلم يعني أنا اليوم مو مركز شرطة أأجي يجي الشخص يشتكب لجنة النزاهة ويحولها لا أنا أتابع هيئة النزاهة أولا أنت تدفع ملفات الهيئة النزاهة لا مو أنا حتى مسأتكلم لك عن آلية العمل حتى أوضحها لأن مهم جدا ديوان الرقابة المالية هو رقابة لاحقة وهو من أهم من أهم لا أحكي لي بس لجنة النزاهة لأن وقت ضيق أحكي لي بس لجنة النزاهة أنتم مدفعون ملفات الهيئة أو لا لا مثلا إذا جتني ملف أدفعه بس هو العمل الرئيسي مو علي عليناه هو شنو العمل بالدرجة اللاحقة تراقبون الهيئة هو العمل الآتي ديوان الرقابة المالية نزل تقيير السنوي بملاحظات على وزارة الزراعة الماء مجلس النواب يفترض هيئة النزاهة تقوم بتحريك دعاوي هيئة مكتب المفتش العام طبعا تجربة فاشلة وإحنا مشرعنا لقانون بذلك المرحلة لأن نعتبره هو حلقة زائدة للفساد ولذلك هو الآن عمله كدور رقابة مبكرة رقابة مبكرة قبل ما يصير يفترض قبل ما يصير يعني الأمريكان من خلوا المفتش العام ليش حتى قبل ما يصير العقد بفساد المفتش العام يمنعه لكن من يطلع عقد بفساد إذن المفتش العام شين هو مقلس وما أخذ ساكت إذن ديوان الرقابة المالية لما ينزل التقرير ويقول طبعا ديوان الرقابة المالية لا يكشف التعاقدات والعقود يكشف فقط التعاملات المالية ما خلقيت أن أحكي عن لجنة لا محتاجة أجيك راح أجاوبك ديوان الرقابة المالية ما يكشف عن العقود يعني عقد ممكن يكون مرتب قانوني لكن هو فساد ما أخذين بيه الكوميشن العشرين بالمئة لثلاثين بالمئة لجنة النزاهة واجبها رقابة على هيئة النزاهة وتراقب كل ملفات الفساد في الدولة يعني مجلس النواب بالقضاء وهذا سؤالي ولذلك لجنة النزاهة محاصصة ولذلك هي دائما ما دام أكو محاصصة في اللجنة وفي اختيار مقتنع بعدها لا مثل ما سألتنا غير مقتنع بالمطلق ليه ما أكو تحريك اليوم لما لما أكو حجم فساد اليوم ما طلعونا قالونا مثلا هذا التقرير مع الديوان الرقابة المالية وبيه فساد كلها يعني مثل ما تفضل أستاذ حسين يعني ياخذوا المقتطفات يعني البارحة مثلا مفتش عام العدل يقول إحنا لزمنا نسجر مدير التسجيل العقالي مال أبو قريب لأنه مزور لأنه معتمد على كتاب مزور في ترويج معاملة يا زين أنت جيت على هذه البسيطة بصيلة صغيرة وأنت عفت الكبار آسف انتهى الوقت أعزائي المشاهدين دائما ينتهى الوقت على ملفات مفتوحة وكبيرة جدا إذن أشكر ضيوفي الكرام السيد أحمد عبدالله الجبوري مياحي قياده في تيار الحكمة وأسيد علي نعمة رئيس التحالف العراقي الشفافية أشكركم أعزائي المشاهدين أيضا على حسن المتابعة وأدعوكم إلى مراسلتنا عبر العنوان الكرون الظاهر أسفل الشاشة شكرا لكم وإلى اللقاء